قدما لكل مواطن مصري ان انا يكون عندي مشكلة في العالم في سلاسل الانداد مشكلة في الدواء في مكوناته الدولة النهاردة ازاي تقدر تتدخل سريعا تحمي المواطن من المشكلات دي دي الملفات اللي محتاجة اكتر التركيز عليها طيب هل هيبقى في تضارب او تأثر بين الدعم النقدي وبرامج زي تكافل وكرامة ولا كل حاجة يعني كل برنامج او كل منظومة هتعمل منعزلة او بمفردها مش مع بعض ده سؤال مهم لانه بيدور في ذهن مواطنين كثير جدا هل تكافل وكرامة النهاردة انا عندي حوالي 40 مليار جنيه بيوجهوا في الموازنة لمشروع تكافل وكرامة بيستفيد منها عدد ضخم جدا من الاسر يبقى لو انا بتحول من العين للنقدي قولا وحيدا الناس اللي بتاخد تكافل وكرامة هي اول ناس عندها الدعم النقدي بتاعها هيتحول ليها وهيزيد فهو لا يتعارض بالعكس هو متكامل يمكن نقدر نقول كانت احدى التجارب النجحة في الدعم النقدي ان انا المواطن ده اللي اخترناه ودخل سجل بياناته ولقناه ينطبق عليه شروط تكافل وكرامة بيروح له في الاخر ايه على كارت بيروح له اموال طيب دي فكرة برضو مطروحة طيب انا ممكن اخلي دعم اخلي دعم نقدي اخلي دعم نقدي وفيه مزايا الدعم العيني هو ليه الناس بتقول احيانا لا الدعم العيني افضل ان الدعم العيني بيضمن ان الاسرة المصرية لو كان رب الاسرة غير مسئول رب الاسرة نفسه غير مسئول عن اسرته ومهتم بيها عنده اي مشكلات نفسية حتى ما ياخدش الاموال دي ينفقها ويسيب اولاده يروح يدخم بيهم يدخم بيهم يصرفهم في مكان تاني لا بيجي له سلع تمونية بتاخدها رب الاسرة هنا برضو دي نقاشات في الحوار الوطن هل نخلي الرقم بيروح على الكارت مخصص انه يصرف من محلات السلع الغذائية لشراء سلع غذائية فقط يبقى انا بدي له نقدي بس محجمه انه يصرفه في اكل وشرب الاولاده دي فكرة طيب لما خليه على كارت ويكون مراقما ده هيكون افضل لانه هيخليني اشوف كمان التجار اللي بتبيع السلع وحجم استهلاكها في الاسواق كل ده بيجهز للبلد داتا بيز انا عايز دايما اكون عندي معلومات واضحة عشان اما اقول انا هستهدف المواطن ودي له دعم اكتر يبقى انا عارف المواطن ده فين وبيستهلك السلع دي في ايه وبيشتري ايه بيها كل دي افكار بتطرح طب بمناسبة حرك بتقول ممكن رب الاسرة يعمل كده فكرتني بالفساد نسبة الفساد في الدعم العيني كانت كبيرة جدا خاصة في الاقالين ادوات السيطرة على الدعم النقدي ايه علشان محصلش فيها فساد ادوات السيطرة انها مش هتكون كاش مستحيل احنا بنتكلم هنا مفيش كاش تماما الرقم اللي هيروح للأسرة المصرية هينزل في حساب بنكي انا ضمنت ان في عدد كبير من الأسر ممكن ما تكونش مسجلة لدى البنوك ما عنداش حسابات بنكية الدولة هتفتح لها حساب ويكون بالمجان احد الافكار ثانيا الرقم اللي هتحول لها نقدي هيكون على كارت الكارت ده ما بيصرفش غير وليكن 20% من الرقم كاش من الاتم من المكنة يعني لو بقول لها حضرتك الأسرة دي هتاخد 500 جنيه كل نوع الدعم بتاع يبقى من حق رب الأسرة يصرف منهم 100 كاش من المكنة الربعمية بيشتري بيهم سلع السلع دي محصورة ما يكونش سلع طرفهية مثلا مش لازم اقول تدخين او غيره ممكن سلع طرفهية لأ يبقى أنا بخليه اشتري سلع أساسية لبيته والأسرته حاجة تانية ممكن يبقى جزء منه لربة الأسرة وجزء للرجل يبقى فيه مشاركة هنا طيب كان فيه ناس عندها مشاكل او بتواجه مشاكل كبيرة فأصلا انها تنضم العملية الدعم التمويني هل بعد عملية التحول النقدي ده هيبقى الانضمام اسهل يعني انا دلوقتي اصلا لو انا مش موجودة ما عنديش بطاقة تموين مش مشتركة في المنظومة دي استحق الدعم هل ممكن يعني اقدم وان انا ااخد دعم نقدي ولا منا لا شك فيه بالعكس دي فرصة كبيرة جدا للمواطن اللي ما كانش عنده الفرصة انه مستفيد بطاقة تموين هو يستحقها وده هيكون عدد قليل جدا طب من حضرتك احنا العكس هو اللي حاصل لو فيه ناس كده في تغير المنظومة والغربلة دي هيكون عنده الفرصة انه يقدم بياناته والناس اللي بتخرج من الكشوف غير مستحقة فلازم فيه ناس تانية مستحقة هتدخل طب اللي بيخرجوا من الكشوف وهم بيتظلموا وشايفين انهم يستحقوا ايه الاليات علشان يعني يتم النظر في شكوههم بسرعة التحقق من الارقام او المؤشرات او الدلائل اللي احنا قلنا بيها هنقول الاسرة دي هقول لحضرتك امثلة في الاقاليم وفي الارياف بالذات وده انا قلته مثلا ممكن يبقى مشكلة انه ممكن يكون منزل اسرة في اربع شؤة كلهم على عداد كهربا واحد فانا لما شوف النهاردة اللي باسمه من الاخوة العداد ده بشوف استهلاكه في الكهربا كبير جدا فانا اعتبرته هنا انه لا يستحق ده ممكن يجي تزلم ففي الحالة دي هعرف ايه هعرف انه عنده مشكلة فعلا تنزل لجنة هيكون عدد مش كبير تنزل لجنة تشوف وتتحقق انه فعلا استهلاك الكهربا ده مش اللي شقيته هو بس ده البيت العيلة كله ده برضه هيكون في اصلاح ايضا في المنظومة لان انا هقوله هنا انت كده بتاخد حاجة مش صح بتدفع فلوس اكتر للدولة ليه لان الاستهلاك وشرايح الكهربا كل ما بتزيد لا قدم وركب عدد له كل شقة باسم صاحبها اخوك بقى واختك في البيوت اللي عندنا في الاهلينة في الاقاليم بيكون ده احد المشكلات الموجودة دلوقتي انه ممكن يكون بيت كبير على عدد كهربا واحد فالشريحة اللي بتزهر بتكون كبيرة فحتى الكيلو وات سعره اكبر من العادي يبقى الناس هنا تنضم اكتر ان هي تخلي كل واحدة بعددها لوحدها باسم صاحبها في الدول الاوروبية مثلا عندهم دعم نقدي للبطالة اللي ما بيشتغلش بس هو بيبقى قريب من المرتب بتاع المواطن في الدولة دي او بيرفع الحد الادنى للاجور عندهم هل احنا هنطبق الفكرة دي هنا في مصر ولا هيكون مبلغ الدعم النقدي على قيمة السلع الغذائي فقط لا هو الفكرة بتاعة دعم البطالة في اوروبا بتقل دلوقتي يعني هو اوروبا بتتخلى عنها تدريجيا انا مش هشجع الناس انها ما تشتغلش يعني بالعكس انا محتاج ملف اخر بقى نتكلم فيه هولندا عندهم يعني دعم كبير قوي في الحتة دي في الملف ده هولندا عشان محبغتك عشان الناس برضو بتسمع الكلام ده وبتتخيل ان اي حد في اوروبا دي يقول انا مش هشتغل والدولة تدي له الراتب خالص لازم حريك يثبت انه تقدم للوظيفة اكتر من ثلاث مرات عمل الانترفيوز قدم ورقه في الشركات ولم يقبل انه بيبحث عن وظيفة كل سنة لازم يدور على الوظيفة ثلاث مرات لو ما قعدش يثبت ده ايطاليا بالمناسبة بتقلل من الكشوف عارفة غربالة الكشوف اللي بنقولها ايطاليا بتغرب الكشوف النهاردة بتاعت دعم البطالة يعني لو حضرتك جاهز لسوق العمل وتقدر تلاقي وظيفة لحضرتك اشتغل تاني حاجة الرقم اللي بيدوه مش مقابل للراتب اللي بياخده اللي بيشتغل بالعكس هو بيكون الحد الأدمى للرواتب يعني لو بيدو حد الأدمى 2000 يورو للموظف هو ده بدل البطالة فده بدل البطالة مش فكرة مطروحة يعني بالعكس احنا شعب شاب عندنا تنمية ونقلة اقتصادية كبيرة جدا بنشتغل في ملف صناعة النهاردة بنشتغل في ملف الجستيات بالعكس انا عايز اشغل الناس عايز افتح لهم فرص عمل اكتر اجزب استثمارات اجنبية كل ده البلد تشغال عليه كويس قوي دلوقتي حالك لو سألت اي مواطن معلش الجزئي اي مواطن النهاردة ونزلنا الشارع مع بعض ووقفنا وسألناك الدولة تدي لك انت وبيتك الف جنيه كل شهر ولا تشتغلك ابنك ابنك اللي في الجامعة ده لما يتخرج يلاقي وظيفة يقبض فيها خمس تلاف جنيه هقولك لا انا مش عايز حاجة من الدولة ابني يشتغل ويفتح بيته ما تدنيش سمك علمني الصيد الزبط فانا فكرة ان احنا نعمل دعم للبطالة اولا احنا مش دولة غنية مواردنا مش كبيرة جدا لازم نستفيد من كل مواردنا كويس قوي الفترة اللي جاية لازم نركز كويس قوي على ان انا اغني الناس اوفر لهم صبل عمل اتذب استثمارات زي ما بيحصل زي ما احنا شايفين النهاردة استثمارات في السحل الشمالي في العالمين في المناطق الصناعية الجديدة في المدن الجديدة الملفات دي هي اللي هتشغل الشباب وهي اللي هتخلق فرص عمل ودخل لائق مش ان انا بديهم بطالة اللي عنده بطاعة تموين بطاعة تموين دلوقتي بيبقى مستحقة على البطاعة دي اربع افراد مش كده اربع افراد خمسين جنيه والاكتر من اربع افراد خمسة وعشرين جنيه طيب في الدعم النقدي ايه اللي هيحصل هي ببساطة عنا تكم وحد في الاسرة يعني هيقدر ياخد الدعم النقدي حلو او احنا النهاردة لو جينا نحسبها انا عندي اربع افراد على البطاعة بياخدوا خمسين جنيه زائد السلع التامونية المفروضة اللي هي اتنين كيلو سكر زجاجة زيت الكلام اللي الناس عارفها دا زائد خمسة وعشرين جنيه للعدد الاكتر من اربع افراد لو حسبنا الرقم دا اجمالي بفرق السلع التامونية طلع اكس واليكن الرقم دا هيكون هو المقرر لنفس الاسرة دي يبقى نفس الاموال بتجيب نفس السلع اللي بتصرفها الدولة النهاردة ليه لما جي السنة الجاية اشوف التضخم اللي حصل في السلع الغذائية في السلة دي من السلع يبقى المفروض بتحرك بنفس الرقم النقدي بزوده له فنفس الرقم مش هيقل بل بالعكس واحدة واحدة مع ضبط المنظومة المفروض ان المستحق ياخد اكتر المفروض ان اللي هو هيكون حقه دعم من الدولة بتاعته هيكون الرقم النقدي اللي هيوصله اعلى بكتير طب لو حضرتك انت المسؤول شخصين عن تحديد او انك انت تدي او تقصية بالمبلغ الشهري اللي المفروض ياخده المستحق للدعم النقدي هتقول المفروض يبقى كام دلوقتي وحنا في 2024 لو انا بتكلم النهاردة في 2024 انا هعمل حاجة بسيطة جدا حضرتك لازم يكون فيه فرق كبير جدا بين الاقاليم بين الريف وبين المدن رقم واحد رقم اتنين لازم يكون فيه بعض الكريتيريا عشان اقول رقم رقم واحد مطلق هيبقى فيه ظلم لبعض الناس رقم اتنين المحافظات الاكثر دخلا والمحافظات الاقل دخلا يعني الديني رنج من كامل كام يعني وسؤال انا مش بجهزه ما بحبش اجاوب بصراحة دي انا لازم اقعد واحسب ارقام واشوف انما غالبا طب انا بقى